هذا الفيديو سنبدأ بالجملة الشهيرة طريق الكابرانات كحلا زحلا وحقا من قال بأن طريق الكابرانات كحلا زحلا مساخت الولدين في حضارات الجزائر دخلوا كورات القدمة الجزائرية في الحيط دخلوا الرياضة في حضارات الجزائر في الحيط وجروا معهم تونس بسبب الأبلة ديال القيس سعيد وهناك مطالبات في موقع التواصل الاجتماعي من طرف تونسيين يترجون ويتوسلون لقجع فوزي لقجع لكي يتدخل لإنقاذ كورة القدم في تونس وطبع الحال فوزي لقجع بعيد كل البعد عن ما يحصل في تونس وهذاك شغالهم وحنا ما عندنا منذيرهم معهم إذن سكاي نيوز العربية مقال حالة فراغ تهدد الكورة التونسية والفيفا على الخط بسبب ما يحدث دخلت الكورة التونسية في حالة من الفراغ الإداري بعد إلغاء الانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد التونسي لكورة القدم لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك للمرة الثانية خلال شهرين وتأجيل ثالث خلال شهرين ليستمر وضع التسيير المؤقت لشؤون الاتحاد والذي كانت بدايته في شهر أكتوبر 2023 عندما تم اعتقال رئيس الاتحاد التونسي لكورة القدم السابق وديع الجريء بعد تبوت اتهامه بالفساد الإداري والمالي وارتكاب جرائم سوء تصرف وتدليس وبعدما كان مقرر عقد الجمعية العمومية للاتحاد 11 مايو الجاري لانتخاب رئيس جديد ومجلس إدارة جديد لولاية تمتد من 2024 إلى 2028 أنهت لجنة الاستئنافة التابعة للجنة المشرفة على الانتخابات أحلام كل المترشحين الثلاث للتنفس على الرئاسة وهم واصف جليل نائب رئيس الاتحاد السابق رئيس مجلس تصرف الآمال حاليا وزيادة تليمثاني اللاعب السابق لتراجي تونسي ومنتخب نصور قرطاج وجلال بنتقية المسؤول السابق في اتحاد الكورة وأعلنت لجنة الاستئناف أن قائمتين زيادة تليمثاني وجلال بنتقية تم إسقاطهما وإقسائهما من السباق الانتخابي لغياب عدد من الوتائق الخاصة ببعض أعضاء القائمة أدل أمور كتفكرني بالمسرحية الهزلية التي يدرونها في حاضرات الجزائر على كلين فقرة أخرى العنوان ديلا سير نحو المجهول ووصف متابعون لشأ الرياضي في تونس أن ما يجري حاليا في الكورة التونسية هو سير نحو المجهول وعودة إلى مربع الفوضى بعد نحو 8 أشهر من الفراغ التسييري الذي أعقب دخول رئيس الاتحاد وديع الجريء للسجن في أكتوبر من العام الماضي وتسليم نائبه واصف جليل مقالي تسيير بشكل مؤقت تم اعتقال رئيس الاتحاد تونسي لكورة القدم وديع الجريء إترى شكاية تقدمت بها وزارة الرياضة بعد اتهامه تتعلق بالتدليس وإمداء عقد مخالفة السياغ القانونية وتحقيق مصلحة شخصية باستغلال الوظيفة في الناير الماضي أعلن رسميا عن تولي واصف جليل الإشرف على اتحاد الكورة التونسية مع الدعوة للجلسة عامة سابقة لأوانها لانتخاب مجلس إدارة جديد وتم تحديد 8 مارس 2024 موعد لإجراء الانتخابات وتم تأجيلها وتم إعلان 11 ماين وتم تأجيلها والآن هناك تأجيلات متقررة والفيفا على الخط في الناير الماضي أعلان رسميا عن إلغاء انتخابات وإسقال جميع قوائم لوجود إخلالات قانونية في ملفات المرشحي للرئاسة ما هو واقع؟ ما هو واقع؟ رئيس الاتحاد التونسي لكورة القدم السابق شدوا في الحبس؟ اعتقلوا كانوا بغنين يديروا انتخابات جديدة للاتحاد التونسي لكورة القدم أجلها المرة الأولى أجلها المرة الثانية أجلها للمرة الثالثة والآن الفيفا تتدخل على الخط نتيجة لحالة الفراغ الإداري في الكورة التونسية التي تستمر منذ اعتقال ودع جريء الذي ترأس اتحاد الكورة ما بين 2012 و2023 قالت مصادر قريبة في شاء الكورة وفي تونس إن دخول الاتحاد الدولي لكورة القدم الفيفا على الخط لإيجاد حل الأزم الرهنة يظل أحد الخيارات المطروحة لكنها توقعت أن يزيد ذلك من حالة الفوضى السؤال هو الفيفا ما سيكون شكل التدخل وما سيكون توقف الاتحادية التونسية لكورة القدم سيكون تفرض عقوبات سيكون تعين ما سيكون رئيس الاتحادية التونسية لكورة القدم غادي للهاوية غادي للهاوية وشوفهم ساخة الولادين في حضرات الجزائر هو مجر تونس عوثاني للهاوية في مجال كورة القدم وفي مجال الرياضة بعدما جر تونس اقتصاديا نحو الهاوية والاقتصاد التونسي وكل لأسا لأول مرة نديمة كنقولها ولينا كنشوفوا طوابير في تونس مثل الطوابير اللي كانوا في حضرات الجزائر على المواد الغدائية علش هادشي كامل لأن عندهم رئيس حمق مصرفق غبي ومتبع حضرات الجزائر ومتبع لهبال دي الحضرات الجزائر وديما كنقول بأن هناك توافق ما بين الرئيس التونسي قيس سعيد البوبرايس قيس سعيد ما بين نظام حضرات الجزائر لأن نفجبهم حمق على ذلك شكين هناك توافق وكان هناك تجانس ونظام حضرات الجزائر دي بجر تونس للهاوية في المجال الاقتصادي دفع في المجال الرياضي قريبا في المجال الأمني ستشاهدوا الكوارات التي توقع في تونس ستكامل بسبب حضرات الجزائر بسبب اللعنة دي الحضرات الجزائر والذي تبع الطرق دي الحضرات الجزائر المصير دي له سيكون نفس المصير دي تونس الآن مصير كرة القدر في تونس مجهول ماذا يوقع دابا وغقوبات وماذا توقيف بالمناسبة بالمناسبة قبل أيام سنشرنا واحد خبر ديال المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات في الرياضة فرضت عقوبات على تونس ليس فقط في كرة القدم وإنما في مختلف الرياضات لدرجة أن العقوبات تفرض على تونس ما ترفع العالم دياله في الأولمبياد ديال باريس شفتو عليك يا ريتا شفتو علي مصيبك وهذه العقوبات نيت ستوقع على حضيرات الجزائر فيما يتعلق بالمنزلة ديالنا دات بركان ونحن ما زال كنسلنا والإشتماع دياللجنة الانضباط ديالكاف لمن المرتقب أنها تخرج العقوبات توقيف الاتحال الجزائري والغرامات ومجموعة من الأمور التي ستكون عامة قريب في الأيام القليلة المقبلة يعني يرىjalهم الخ thank you في الرياضي وكذلك تباه حضيرات الجزائر قسم و تونس أبرز مثال لأن المسخد تباه حضيرات الجزائر بشكل أعمى ولدرجة أن هناك فيديو يعترف بأن منذ أن يستقبل قيس سعيد بن بطوش والأزمات تتهاطر على تونس وهو يعترف بها والمقطع الفيديو موجود يعني هم يعترفوا باللعنة التي تبعهم أن المشى معهم والتي تبع بن بطوش ونضم حاضرات الجزائر غادي للهاوية إذن هذا الشيء لكم المتابعين الكرام كان هناك فوضة خطيرة جدا فيما يتعلق بكرة القدم في تونس تونسيين في موقع التواصل الشرماعي يطلبون تدخل فوز القجاع فوز القجاع ما عندما يدل لكم لأنه يخدم المملكة المغربية وفقط يخدم المملكة المغربية وفقط ثم لورطوا أنفسكم في هذه المشاكل فشغلكم هذاك المتابعين الكرام أراكم في فيديو قاعدة ترجمة نانسي قنقر